أنا خلقت في هاي القرية وفي طفولتي بتذكر أجمل لحظات حياتي عندما كنت أسبح في مجاري الأودية ولكن اليوم لا أجد شربة مياه جفاف المي بتعلق بالاحتلال والسبب حفر آبار ارتوازي بأعماق كبيرة أدى إلى جفاف النبع من جهة وجفاف الآبار الارتوازي الموجودة عندنا في المنطقة من جهة أخرى لم تقدم لنا مكاروت أياً من هذا التعويض لهذه الأبار التي جفت فنحن نطلب من العشرة مليون كوب التي تضخ من قرية فروش بيت دجان بدسببت واحد في المية أنا توفيق حج محمد رئيس مجلس كروفروش بيت دجان ومدير المدرسة في هاي القرية عدد سكان القرية كان قبله 67-7000 نسمة والآن لا يتجاوز عدد السكان 1200 نسمة الـ 1200 هم شريحة الأطفال والنساء والشيوخ كبار السن أما بالنسبة لعنصر الشباب فيكاد يكونوا مفقودين في كرة الأغوار والسبب أن الشباب بحاجة إلى بني تحتية لأنهم مقبلين على حياة ومقبلين كذلك على وضع أسري يكفيهم السيطرة على مياهنا ويكفيهم السيطرة على أراضينا كذلك هم يريدون أن يهجروا الأطفال والشباب ويصبح بلا مأوى أين الضمير عنده مثل هؤلاء أنا شايف أنه يكون هناك سلام وأمن للطرفين وهاي رسالي أنا من هنا من مناطق الأغوار بقول لهم كفى تطفيش لسكان ومناطق الأغوار كفى لكم بقتل الأطفال القتل هو ليس أن أحضر بندكية وأقتل طفلاً عندما أترك هذا الطفل في العراء بلا مأوى وبلا مسكن وبلا عياد صحي وبلا شارع أليس هذا بالقتل؟